قصف مستمر وتفجيرات لم تتوقف إلى الآن في مدن العراق والفاعل مجهول بقدر ما هو معلوم فانفوذ الميليشيات الموالية لإيران يبدو بأنه ما زال أقوى من سلطة حكومة الكاظمي في كل مرة يعلن فيها الكاظمي عن اتخاذه إجراءات لما يسميه حصر السلاح المنفلت وملاحقة الخارجين عن القانون ترد الميليشيات بقصف منشآت حيوية في بغداد آخرها قصف مطار بغداد بصواريخ الكاتيوشا دون وقوع إصابات بشرية ومهاجمة الأرتال التابعة للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة في مدن وسط وجنوبي البلاد وفي هجوم هو الثالث في غضون أسبوع واحد تعرض رتل لإحدى شركات النقل المتعاقدة مع التحالف لتفجير بعبوة ناسفة بين منطقتين البيع والشعلة شمال غربي بغداد اللافت بحسب مختصين أمنيين أن الهجمات التي تشنها الميليشيات على مواقع عسكرية ودبلوماسية لا تشهد وقوع إصابات باستثناء إصابات في صفوف المدنيين هجمات أعلنت واشنطن في وقت سابق أنها لا تمثل تهديدا فعليا وإنما عدته عملا بمقدور السلطات الحكومية التعامل معه دون تدخل من قوات التحالف لكن الواقع على الأرض يوضح أن القوات الحكومية ليس بمقدورها التصدي للميليشيات المسلحة ووقف عملياتها التي باتت تحرج الكاظمي وتضعف موقفه لا سيما بعد الوعود التي قطعها محليا ودوليا بشأن كبح نفوذ الميليشيات المسيطرة على المشهد الأمني ويبقى سيناريو العقوبات الدولية على العراق كما يرى مراقبون هو الأقرب إلى التحقق في حال استمرت الأوضاع الراهنة على ما هي عليه في ظل عجز حكومة الكاظمي عن مواجهة أذرع إيران المسلحة وتأكيد الأخيرة أنها اللاعب الأقوى في معادلة صراع القوة الدولية في العراق